أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن تنحي وزير الدفاع تشيك هيكل عن منصبه فور موافقة مجلس النواب على المرشح الجديد لإخلافته في هذا المنصب وقال أوباما في كلمة الله في البيت الأبيض بحضور كل من نائبه جو بايدن وهيكل إن هذا القرار ليس بالسهل على هيكل وبحسب ما قاله مسؤول بالبيت الأبيض فإن استقالة وزير الدفاع الأمريكي من منصبه جاءت بطلب من أوباما الذي يحاول بهذه الخطوة طمأنة من ينتقد سياسته الخارجية